كما قلنا في الدرس السابق إذا كنت نضربه في 10 أو 100 كم نرى التجار الفاصيلة و إذا ضربناه في 0.1 0.1 0.3 كم نرى التجار إذا هذه سهلة تشاهدون أن تضربوا عدد فيه 100 أو 10 يعني فيه الأصفر كنت تكتبوا العدد و تشاهدون 5 صفر عن جوج تزيدهم هنا هنا لدينا 5 صفر إذا كنت نرى جوج أرقام 1 صفر إذا خمسة كم نرى رقم كنت تقول لي 520 يعني كانت لدينا الفاصيلة هنا إذا من نرى جوج أرقام إذا هتقول لي العدد عندنا هو 520 هنا 13 في 1000 يعني 13 ثلاثة الأصفر هنا 27 في أربعة الأصفر إذا كنت نكتبوا ديما العدد و نكتبوا عدد الأصفر 27 عندنا 4 أصفر إذا العدد هو مئتين وسبعين ألف عدد 13 ألف خمسة ومئتين ألف ومئتين إذا يبقى لديكم مشكلة ديما العشرة ألف عشرات ألف مليون ولا يكون في مليون مثلا أعطوك 23 في حال ما كان عندك الأصفر يكفي أنك تدير العدد وتديرها وتحسب الأصفر واحد جوج 3 أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وتكتبهم واحد جوج 3 أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية مفهوم؟ سهلة أو تاني العكس إذا كان عندك خمسة وعشرين فيه صفر الفاصيلة صفر 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 واحد نفس الشيء كتكتب ذلك العدد تحاول تبعدوا هنا كتكتبوا هنا لأن الفاصيلة يعني كيمشيوا على اليمن تحاول تكتبوا على اليمن كتشفت حال منها راقم مور فاصيلة واحد جوج 3 أربعة وكتحسب منها واحد جوج 3 أربعة مفهوم؟ إذا نتمنى وتكونوا مستفتوا من هذا الدرس